طيب فيه كلمة دايماً بتخوف وبتوجع اللي هي لما أجي أو يقعد معي زي ما يكون الستات ساعات بتستخدمها بس أكتر من الرجالة معين الرجالة بيستخدموه اللي هو أنا جواي حتة كسرت كبيرة مش عارفة أرجع لك تاني زي الأول كلمة بتخوف يا جماعة يعني الكلمة دي بتخوف يعني أنا مفروض أكمل صلح يعني أخد ودي معاك ولا هي أنت خلاص قفلت ومش عايز فالراجل برضو هل بيحس بنفس الإحساس؟ طبعا لأن دايماً نحن مسكنها زي إيه تهديد كده اللي هو إيه إلحق في حتة كسرت بس دي كلمة أنا بسمعها بخايف أيوة الكلمة فعلاً صعبة جداً الكلمة تقيلة جداً في حاجة كسرت جواية إحنا مش هينفع نرجع تاني لبعض زي الأول منتفكر إن إحنا نرجع زي الأول للراجل أو للست يعني آه يعني إيه حاجة كسرت يعني إيه حاجة كسرت الكلمة تقيلة أنا ضد المبدأ مش عارف رأيك في الحتة دي بس أنا ضد المبدأ بتاع الكسر ما يتصلحش لأ بيتصلح لأ ينفع لأ ينفع يتصلح حتى لو صبع يعني إساب بعض الرتوش الخفيفة مش هنقول بقى شروخ بقى في العلاقة ومشاكل كبيرة لا هنقول الرتوش خفيفة دي بتروح بالوقت ربنا خلق لنا نعمة النسيان جميلة جداً جميلة جداً أنا مؤمنة إن طول ما في حب طول ما في حب بصبت طب ما إحنا بننسى وبنبلع الزلط كل حاجة في حياتنا الشخصية بقى والشغل والحياة شميعنا بقى في المشاكل ما بنعديش إحنا بقى يعني طب ما بيبقى في حب برضو بس الكرامة والكبر والعند بيخلوا الست تعلق والراجل يعلق والست تعلق وتلاقي بقى الأهل بقى الله بيولاهم بعض أيوه طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة الزبط أيوه المسأل ده أيوه الزبط جداً تيجي بقى الأهل أوفا ده خلاص هيطلقها تجيبتي الحتة المهمة قوي اللي جبنا لازم نقولها دي الأهل وهحط جنب الأهل برضو إيه بعض الأصدقاء صحاب معينين أيوه عارفة اللي هو الحاجات اللي بتحصل لأ طبعاً ما تدخلوش حد في حياتكو لأن في الآخر أنا وإني هنرجع تاني لكن الناس مش هتنسى لأ والكلام بقى الناس بدل ما بيوصلوا الكلمة الحلوة لأ بيحوروها لازم يحط شوية ملح وفلفل والبهارات المصرية بتاعتنا الجميلة فهو لازم يوصلوا الكلمة يعني أنت ممكن تيجي تقولي إيه قولوله يا جماعة أن أنا هرجع له بس عندي شوية طلبات يروح هم قال له إيه هي مش عايزة ترجع لك إلا بشروقت بس الجملة اختلفت خالص دي بتتأمر دي بتتأمر دي بتتأمر وبيتقول أنا مش هرجع له وبعدين يطلقني ويدفع النفع ويدفع المؤخر ويدفع 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 طب يا جدان ما هو ده كده كده أصلا اللي هو طلقك هيعمله مو ده الشرع بيقول كده هو الشرع بيقول كده فالله هو لا لا بص بص انت بالنسبة لك إيه دي بتتكلمه هي كمان أرفانة دي هترجع في وشينا تخيل يعني فطبعا يعني هو كرمته بقى بزبط طبعنا هعمل فيها لأنهما بيوصلوا الكلام وده حاجة فينا كبشر طبعية ان انت لما بتتكلم مع حد أكيد مش هتوصل نفس الطريقة بنفس الأداء بنفس الصوت بنفس التون مش هتعرف